لو كان لبطنها ابني أنا مستعدة تجوزها بس اسألوها ده ابني مين الحكاية بتبدأ لما فاطمة راحت الاسم تبلغ عن خطبها وبتحكي لهم ان خطبها تقدم لها وابوها رفضوا ولكنها بتحبوا بدأت تقابله وتعمل معها علاقة وبقت تروح له البيت ست شهور متواصلة عملها دخلها طالع عليه وعمل علاقة معايا الغايد لما لقيت ان في بطنها حمل وبدأت تحس ان الموضوع هيكشف والناس هتعرف قالت لخطبها اتجوز حتى لو بيش بالرد ابوية قال لها لأ انا اتجوزك ازاي طب انا اش عرفني لبطنك ده ابني مين ما انت عارف اللي فيها الزبط استغرب يعني ايه ايه الموضوع جابوا الولد ايه يا ابني انت مش عايز تجوز البنت دي ليه مش هانت غلط معها واللي بطنها ده ابنك قالوا لأ لو اللي بطنها ده ابني أنا هتجوزها بس تروحها اقول الاول قول لها مين اللي عمل معاك ده الاول الزبط احتار مين يا فاطمة اللي عمل معاك كده البنت قرت واعترفت ان اول واحد فضغ شاء بقرتها كان والدها والدها اللي عنده ستين سنة قاعد من غير زوجة زوجته متوفية البنت شافها قاعد فرع وحلوة استخسرها في حد غريب بليلة ضربها وعشرها بالقوة بعد كده البنت بقت تسمح له وبعد كده بقت تشجعه والموضوع بقى صنفصون الاب والبنت فلما البنت بقى تخور ابنها الولد بقى تعملوا علاقة بقى ابوها مغمد عينه وعمل نفس بشوخة باله وهو عارب بنته بتعمل ايه بالزبط ولما جابوا الاب قال لهم بصراحة يا جماعة انا غزبة عني البنت قدامي وانا محروم وما عايز اتجوز بس ان كانت ما تسمحنيش انا عملت كده في الاول وانا عارف انها غلطان وانا عارف ان ابنتي بعمل علاقة مع خطبها ومستعدة تعمل النتيجة وغلطي انا ممكن اصلحه طب تصلحه ازاي نجوزها لك مثلا المشكلة بقى اللي الابن لوت بابن مين اصلا التحليل اثبت البلد ابن مين تحليل اثبت الشرعي لما خدوا عينة وجدوا ان الجنين دوت ابن جد مش ابن خطبها ابن جد طب في الحالة دي يحصل ايه يكتبو باسم مين لو الابن الولد خطبها كنا كتبنا باسمه وجوزنا هالو لما لما يكون الاب هو نفسه الجد نعمل ايه القانون هنا بقول ايه للأسف القانون ميحسبش الجد لانه عشر البنت برضاه ولانها مقدمتش بلاغ ليه ان هو اعتد عليها وغطفت رشاق بقرتها وعشرها بالقوة مقدمتش هي بلاغ بكده طالعما هي مقدمتش بلاغه وتميته بحاجة وهو في السليم بطالع ما هو البنت عادة السن القانوني وسمحت له قانون ما حاكموش المشكلة بقى الولد ده ابن مين وهيكتب باسمه مين